اشتركوا في القناة الله سبحانه وتعالى في هذه المناسبة المباركة أن يحفظ جلالة الملك المفدى أيده الله وأن يحقق ما يتطلع إليه جلالته من تقدم وتطور وتنمية منشودة لوطننا الغالي وأبنائه الأعزاء وأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على جلالته وهو ينعم بالصحة والسعادة وطول العمر وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات سائلا سموه المولى العلي القدير في هذه المناسبة أن يحفظ وطننا العزيز آمنا مطمئنا وكافة أبنائه وأن يديم على الجميع موفور الصحة والعافية وقد بعث حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله أعرب جلالته فيها عن أسمى آيات التهاني والتبركات لسموه بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك مقرونة بخالص الأمنيات بأن يحفظ الله سموه وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية والسعادة وأن يسدد على طريق الخير خطاه وأن يعيد هذه المناسبة على سموه ومملكة البحرين وشعبها الوفي والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والمسرات اشتركوا في القناة